تحياتي وأهلا وسهلا فيكم وكالعادي معكم محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى كل ما تيجي بطولة الدرع الخيرية أو بطولة درع المجتمع كما تسمى حل بشوف نفس التغريدات نفس التعليقات بعضهم بتسأل هل البطولة رسمية والبعض الآخر بيقول البطولة مش رسمية في حين هذا الأسئلة ما منسمحها عن كأس السوبر إسباني الإيطالي الألماني ليش منسمحها عن بطولة الدرع وليش تحديدا في إنجلترا في هذا الشعور إنه هذه البطولة مش مهمة في حلقتنا اليوم حنناقش وحنجاوب ثلاث أشياء كيف البطولة بتصير رسمية؟ ليش بطولة درع المجتمع تتهم إنها مش رسمية؟ وهل هي فعلا بطولة مهمة ولا لا؟ عشان تكون البطولة رسمية فيه ثلاث شروط متفقة عليها عالميا أولا ينظمها جهة رسمية يعني مش الناس بالشارع تعمل بطولة تقول يلا هي بطولة العالم لكذا لا لازم تكون اتحاد رسمي معترف فيه إلو اتحادات رسمية تحته أو يكون اتحاد رسمي تحته أنبي وما شابه وهذا الشي بينطبق على بطولة درع المجتمع لأنه بنظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ثانيا لازم هذه البطولة تكون مستدامة يعني ما تنعمل مرة واحدة ويسكروها للأبد تكون بطولة مستمرة وهذه البطولة بنتكلم عنها بطولة درع المجتمع من أكثر البطولات استدامة مستمرة أكثر من مئة سنة حتى الآن وهذا الشي بفوزه فيه والشرط الثالث والأخير يكون فيه نظام واضح للتأهل للمشاركة أو حتى اختيار المتسابقين وهون واضحة بتفوز بالدوري أو بتفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وبتلعبوا مع بعض وإذا كنت فايز بالدوري والكأس بيتأهل الوصيف يعني كل شروط الرسميات تنطبق على بطولة درع المجتمع يعني باختصار البطولة رسمية طب شو سر؟ الشعور بالبرود تجاهها شو سر إنه الناس بتتسأل إنها بطولة رسمية ولا لا؟ المشكلة تتلخصها بأشياء اسمها أهدافها وبعض التغييرات والغرائب التاريخية فيها اسمها لما تسمع زمان كان اسمها بطولة الدرع الخيرية تحسها يعني بطولة ودية بشان ياخدوا فلوس يعطوا الناس صح؟ أو بطولة درع المجتمع وبعدين لما تيش تقرأ إن هاي البطولة فلوسها اللي بياخدوها منها الاتحاد الإنجليزي بيعطوها للأندي الأندية بتوزع الفلوس على جمعيات المجتمع المدني والمبادرات الاجتماعية والمجتمعية والخيرية في مناطقهم أو بروح جزء من هذه الفلوس للمشركاء اللي هم الشركاء للجمعيات الخيرية لإلهم وبالتالي بتحس إنها جمعية خيرية هاي المباراة مش مباراة كرة قدم احترافية وفلوس بتروح لللاعبين والأندي بشكل رسمي فبالتالي اسمها مش مساعدها ثانيا هدفها اللي هو أضعا حكيته قبل شوي هدف هذه البطولة ما كانت فكرة كأس السوبر دوري وكأسه تعالوا نشوف مين أقوى لا هذه البطولة أصلا مشتقة عن بطولة كانت تقام بلندن عاملها سير بريطاني اسمه توماس ديور كانت الفكرة كان فيه بلش الاحتراف يدخل كرة القدم في الهواء فقال من لعب بطل المحترفين مع بطل الهواء وهذا الشيء استمر بهذه الطريقة ما بين 1880 ل1907 عندما نقلت سلطة هذه البطولة لاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهو شوي شوي التغى مفهوم الهواء أنهم يلعبوا مع المحترفين لأنه الفارق صار هائل وأصبحت كأس الاتحاد مع بطل الدوري فلأنه البطولة أساسا لما أوجدها ذلك السير كان هدفها يجمع فلوس يوزع الفلوس على المستشفيات وعالجمعيات الخيرية ظلت أجواءها ودية حبية أن الواحد يحس حاله بالعب مباراة خيرية بالعب مباراة الهدف فيها الفلوس عشان ينساعد المجتمعات فظل الإحساس فيها أضعف من بطولات السوبر في الدول الكبرى الأخرى في كرة القدم فهذه الأجواء الاحتفالية الأجواء الودية خلت الناس تفهم غلط بالإضافة للنقطة الثلاثة اللي بدي أحكي عنها اللي هي هل البطولة مهمة ولا لا البريطانيين لما تعودوا على هذه الأجواء وبتعرفوهم بيحبهم كثير العادات والتقاليد والأشياء هذه صارت تطلع تصريحات من بعض المدربين المؤثرين جدا في إنجلترا من البريطانيين تحديدا مخيفة يعني إحدى أشهر التصريحات لسير أليكس بريكسون إنه أنا بعتبر مباراة درع المجتمع مباراة بناء لها قلل اللاعبين على حد أسرع وذكر في البي بي سي مثلا وهي قناة مهمة جدا في بريطانيا وكان بكرها الصريح واضح عن هذه المباراة بإنها مباراة ودية بطابع عليه يعني هالة عليه بهرجة إلها هيك يعني فيه كأس نهاية هالمباراة الودية فلكن هذا الشعور خل المباراة بالنسبة لكثير من المدربين البريطانيين والإنجليز إنها مباراة شبه ودية مباراة خيرية منلعب فيها الصفقات الجديدة ربع ساعة واللاعبين اللي مش جاهز لياقتهم واللي عاقلين من الإصابة فهذا الشعور وصل للناس إنه مباراة مش مهمة فبدأ التساؤل هل هي رسمية ولا مش رسمية مدام مش مهمة وين صارت التغيير؟ لما جاء المدربين الأجانب وكثروا بالبريطانيا أو بالبرمير اللي قد تحديدا بدأوا يتساؤلوا يعني رانييري لما خاد درع المجتمع بصفته مدرر بريستر سيتي قال أنا مش فهم شو اللي بتحكوه اللي بيتراخوا إنه فعلاً ما يلاعبهم بالموسم إنه هذا لقب وقال مع معناه هناك كأس أراها أريد الفوز فيها ببساطة ولما يجي جوارديولا قالهم الوضع عندكم غريب ما بيشبه الوضع في إسبانيا وألمانيا البطولة هناك تعتبر ولما جاء يورج نقرب ولعبها بعد ما فاز بالدورة الإنجليزي وقالوا له هذا كلام قالهم البطولة مش مهمة أنتوا هيك ثقافتكم عنها طيب ليش الناس بتدفع فلوس عشان مباراة غير مهمة ليش بتجيبه الجمهور يدفع فلوس عشان مباراة غير مهمة أنا حسأل إدارة نادية عن وضع هذه البطولة لأنه يبدو الوضع مختلف عن معاهدته بألمانيا فهالثقافة ونقل فكرة الدرع الخيرية والعمل الخيري والاجتماعي بهذه البطولة أثر كثير عليها لمستوى إنه ب2013 الموقع بليتشار ريبورت عمل استفتاء وسأل مين أخر خمس أبطال فازوا البطولة والمفاجئة كانت الغالبية ما بتعرف لأنها البطولة ما بتاخد الاهتمام الإعلامي وما بتاخد الاهتمام الشعبي وما أصبحت بالنسبة للناس مجرد مباراة ودية بنعرف من خلالها إنه بلش الموسم يلا تعالوا نحضر ونشوف يعني هي كأس سوبر مثل أي كأس سوبر هي رسمية الفرق البرغانيين تأثروا بتاريخهم تجاهها تاريخ للي ما بيعرف 11 سنة فيه الفائزين اللي لعبوا النهائي لأنه زيان كان زمان لما يتعادلوا ما فيش ركلها الترجيح وما في إعادة مباراة لأنها مباراة ودية وحبية ف11 سنة فاز فيها الاتنين اللي لعبوا مع بعض لأنهم اتعادلوا وأخذوا الدرع ست شهور هون وست شهور هون هذا كان النظام زمان هذا الشي اللي خلال بريطانيين يقولوا مش رسمية يعني شوها الهبل هذا اللي بصير مباراة نهائية ما فيش فيها فائز الإسبان أدركوا أنه سوبر بشكل عام بلش يتأثر مش بس درع المجتمع وللعلم الكلام منطبخ عبطورات الكأس حتى أربع أو دور السوبر حتى خلينا أسميه الإسبان أربع فرق تلعب وبتأهلوا وبفوزوا وعشان هيك سمعنا فالفيردي مقال عمركم بسمعته على المدربة مقال من فريق كبير لأنه خسر السوبر لا بس فالفيردي لأنه جاءت بعقلية البطولة صار الضغط سوشال ميديا كثير عليها ثم أقيل وهو متصدر الدوري وهذه إقالة طبعا النتائج بعد ذلك أثبتت أنها كانت قرار إعلامي سوشال ميديا من بارتوميو دفع ثمنه برشلونا ودفع ثمنه بارتوميو أيضا نوصل هون لنهاية الحلقة اللي مفادها البطولة بسمية أهميتها في بريطانيا أقل من أهميتها في الدول الأخرى وهذا الشيء أعتقد إما حيتغير أو حيخلقوا بطولة مصغرة جديدة على الطريقة الإسبانية قريبا نوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود في فيسبوك نوتر في انستغرام وضروري جدا نتابوني على سيرفيس بورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله